شاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استقرار على الأجواء خلال الأسبوع القادم النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شاهد الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريتج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري بايولاب كابسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو أما الأحوال الجوية المتوقعة يوم غد الأحد يوم غد الأحد تسود أجواء مشمسة في معظم أجزاء المملكة أيضا يرى ارتفاع واضح على درجات الحرارة بحيث تصبح درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية في المناطق الشمالية العظمى بحدود 18 والصغرى 9 في منطقة محافظة عمان العظمى بحدود 15-16 والصغرى بحدود 4-5 درجات في المناطق الشرقية العظمى بحدود 19 والصغرى 6 في أيضا منطقة الكرك والطفيري والمناطق الجنوبية العظمى بحدود ما بين 10 إلى 12 درجة والصغرى بحدود 2-3 درجات مئوية منطقة معان العظمى بحدود 16 والصغرى 5 في خليج العقبة العظمى 26 والصغرى 23 درجة مئوية أيضا الأغوار بحدود ما بين تتراوح ما بين الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية تتراوح درجات الحرارة ما بين 23 إلى 26 درجة مئوية والصغرى بحدود 12 درجة مئوية أما يوم الاثنين يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة تصبح الأجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا لكن هناك فرصة ضعيفة في أقصى شمال المملكة أن تسقط زخات متفرقة من المطر أحيانا ولفترة محدودة وأيضا أمطار محدودة في أماكن محدودة لكن العظمى في المناطق الشمالية بتكون 14 والصغرى 7 في عمان تتراوح العظمى ما بين 10 إلى 12 درجة مئوية العظمى بحدود 10-12 والصغرى بحدود 4-5 درجات المناطق الشرقية الجواء مشمسة والعظمى بحدود 17 والصغرى 5 في منطقة الكرك والطفيلة العظمى بحدود 7 والصغرى 3 درجات في عمان 15 إلى 4 وفي خليج العقباء 22 إلى 13 درجة مئوية ومنطقة الأغوار أيضا تتراوح ما بين 21 إلى 23 درجة مئوية العظمى والصغرى ما بين 10 إلى 12 درجة مئوية يوم الثلاثة تعود الأجواء وتستقر مرة أخرى وترتفع درجات الحرارة مرة أخرى لتعود حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة العظمى في المناطق الشمالية بتكون 16-7 ومعظم الأجواء في أجزاء المملكة المختلفة بتكون ما بين مشمسة مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة في منطقة تعمان 12 إلى 14 درجة مئوية العظمى والصغرى بحدود 4 درجات مناطق الشرقية 17 إلى 6 وفي أيضا الكرك والطفيلة العظمى 8 والصغرى 2 في أيضا إمعان العظمى بحدود 14 والصغرى 4 وخريج العقبة 23 إلى 12 درجة مئوية والأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية تتراوح العظمى ما بين 22 إلى 24 درجة مئوية والصغرى تتراوح ما بين 12 إلى 14 درجة مئوية يوم الأربعاء أيضا ارتفاع آخر على درجات الحرارة وأجواء مستقرة وأجواء ما بين مشمسة بشكل عام تظهر بعض السحب المتوسطة والعالية العظمى في المناطق الشمالية 15 والصغرى 9 في عمال العظمى بين 13 إلى 14 درجة والعظمى الصغرى بحدود 6 درجة المناطق الشرقية 17 إلى 7 ومنطقة إمعان 14 إلى 5 وخليج العقبة 23 إلى 14 درجة مئوية والأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية تتراوح ما بين 21 إلى 24 درجة مئوية هذه العظمى والصغرى ما بين 12 إلى 14 درجة مئوية اليوم الخميس ارتفاع واضح على درجات الحرارة تصبح أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة العظمى في المناطق الشمالية 18 والصغرى 10 محافظة عمال تتراوح العظمى ما بين 14 إلى 16 17 درجة مئوية والصغرى بحدود 7 درجات المناطق الشرقية 16 إلى 7 ومنطقة الكرك والطفيلة 9 إلى 4 منطقة إمعان 14 إلى 6 وخليج العقبة 24 إلى 14 درجة مئوية وأيضا الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية تتراوح درجة الحرارة العظمى فيها ما بين 22 إلى 24 والصغرى ما بين 12 إلى 14 درجة مئوية يوم الجمعة أيضا تبقى درجات الحرارة على معدلاتها تبقى الأجواء مستقرة تبقى الأجواء مشمسة يتخللها ظهور بعض السهب المتوسطة والعالية العظمى في المناطق الشمالية 18 إلى 10 ومحافظة عمان ما بين 15 إلى 17 درجة العظمى والصغرى ما بين 7 إلى 8 درجات المناطق الشرقية أجواء مشمسة والعظمى بحدود 17-18 والصغرى 6 درجات الكرك والطفيلة ما بين 10 إلى 12-13 درجة العظمى والصغرى بحدود 5 درجات ومحافظة معان ما بين 15 إلى 17 العظمى والصغرى بحدود 6 درجات وخليج العقبة 25 إلى 16 درجة مئوية نلاحظ الأجواء تقريبا لطيفة في الأغوار ولطيفة في العقبة طيلت أيام هذا الأسبوع وأيام مشمسة بشكل عام ونسبيا دائفة بالنسبة لبقية مناطق المملكة هذه هي الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأسبوع ملخصة إذا انخفضت خاصة راح تنخفض يوم الأثنين تنخفض إلى حول معدلاتها وبقية الأسبوع تقريبا بتكون أعلى من المعدلات بقليل أعلى من المعدلات من 22 إلى 4 درجات مئوية في معظم مناطق المملكة في حين أنه معدلات الحرارة العظمى في مثل هذا الوقت من السنة و13-14 درجة مئوية هذا معدل عظمى ومعدل الصغرى بحدود 5 درجات مئوية إذن أجواء مستقرة طيلة أيام هذا الأسبوع وتقريبا ارتفاع على درجات الحرارة وسنشهد أجواء تقريبا أدفأ من الأيام الباردة التي مضت خلال الأيام القليلة الماضية أعزائي المشاهدين نتمنى لجميع أوقات سعيدة ولكم أجمل تحية من طقس العرب النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاهل غزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريتج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري بايولاب كابسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو اشتركوا في القناة